مستقبل الكراتي في مصر رايح فين؟ مش عايزة أقولك لو فيه إحصائية موجودة فعالية الكراتي رقم واحد في مصر في عدد الممارسين رياضة كم بقى العدد تقريبا؟ يعني احنا عندنا في سجلات الاتحاد عندنا عالسيست مليون لعب كراتي مليون؟ مليون لعب كراتي مليون لعب كراتي في مصر؟ في مصر عالسيست متسجل للحاج عالسيست متسجل مليون لعب وده أكبر أكبر رقم بالنسبة للألعاب الرياضية عبر يدية بالكامل أكبر بالكامل مش عايز أقول لحدك أن فيه طفرة كبيرة حتى في البنات بالذات في مقاطق الواجهة القبلي فيه وعي وثقافة كبيرة مختلفة بيلعب الكاراتين يعني ماعمل دورة مداربين في المينيا ويحضر فيها 80 دارس ودارسة إلى مثلا 50 للبنات و30 للرجال في سعيد مصر والميزة لو دخلت أي مركز شباب أو نادي بتلاقي كل أولياء أمور رايحة تتابع التدريب وتتفرج على أولادها اللعبة الوحيدة اللي فيها أولاد أمور أكتر من اللعبة بيتفرجوا على التدريبات بتاعتهم ففيه وعي وثقافة كويس أول من ناس بكاراتين هل هم محتاجين حاجة أكتر من الاتحاد من الدولة أريد أن يجب سبونسر لكل واحد من دول أنه فعلا النتائج حد يتبنيهم طبعا لازم رجال أعمال شركات لأن النالة التي تنقلوها والنتائج التي يحققوها ما توبنيتش في الريضات بالكامل إيه اللي هيحققوا السبونسر يعني اللي هتبنى الشباب دول ممكن يعملوا إيه أكتر ما تنسيش أنه هو معنى أن يجي له سبونسر السبونسر نفسه هي السفيد لأن اتحاد الكاراتيك كبير كعدد نشاط بطولات لو جمعنا نشاط الاتحاد أنا بعمل ثلاث بطولات يعني بطولة في الأسبوع تالي تيام في خمس محافظات فوقت واحدة يعني خمستاشر يوم في الأسبوع فأنت لو سبونسر من كل محافظة يتبنى مين بيشتغل على الموضوع ده الاتحاد الاتحاد بتشغل معاه وبرده بتعاون مع وزات شباب رياضة يعني بدأنا نتحرك في الموضوع ده بحيث أن احنا نجيب رعاها للاتحاد ورعاها للعيبة بالموضوع آه أكيد إن شاء الله